أولفا قروي أبدأ بقلبي نحن نقوم بقليبي من 50 ممبخ الموظمات 50 ممبخ 50 ممبخ وحسن على اشخاص لدينا الكثير من الأفكار لذلك كلنا نتلمينا في كلوب كما هكذا ونعمر لكم في السرية من الأفكار التي تعرفوهم والذي في العادة ناجحة والذي فرحة أن يمبارسة حتى نجيوها كيف كيف مازلنا نحضر لكم في دوتر أفكار خير خطرنا ولينا أكثر ولينا نعرف أكثر ولينا متبارسين بحث نحن كما قلت لكم نحن ديما نشيخ الإنوبات نحن نحب نعمد ديفيلر ونحن نحن نعرفكم بحاجة جدر ولينا نحن نعمد ديسوكلوب كما سينيكلوب ويبوكلوب بالنسبة للسينيكلوب الذي قمنا فيه اليوم 1er عبريل جمعنا لكم فيه على حالة عيني وكذلك استضافنا مع الممثل فيه الذي قمت قبل البطلة لسعاد الجاموسي لكي نحن نشيخ الإنوبات لكي نشيخ الإنوبات لكي نشيخ الإنوبات لكي نحن نشيخ الإنوبات والذي سينيكلوب الحمد لله بفضل وجودكم والذي تفرجوا في الفيديو فلنشيخ الإنوبات لكي نشيخ الإنوبات لكي نشيخ الإنوبات لكي نشيخ الإنوبات هناك نشيخ الإنوبات بفضل الم Lower Stida وبفضل المحضر وعلي Panshida وإنشيخ الإنوبات والأحيان المحوطة والأخوة الكثير للأسوال لكم يعجبون الل 어떠ي سينيكلوب في حالة أيضًا لأنا نصدر لإنذاره لذينا نحط لتأخذر لتعلم بنا لكي نحط شكراً لكم شكرا جزيلا لأن یہ من أفضل الناس يدميناتك أفضل على صندوقات سلسلة يسبب أن تمرد في نظام الناس على أن نظام النظام وتمتلك في الوقت، ومن المشاركة في الوصول إلى 20 عام ، ويقول مدارعاً كبير، والاستخدام ويقول بحق البحث، ويقول بحق الأستخدام، ويقول بحق الأستخدام، ويقول بحق الأستخدام، والذين لدينا تكون الحاجة إلى أستمراء والأسواء التي توجد الكثير مباشرة المترجم للقناة لا يوجد شيء من المجموعة التي كتبت الفيلم هذه هي ليلة بوزيد وكتبت السيناريو والمخرجة والفريق الذي حولها خاصة ليلة المنظار الفني من طرف ليلة ما أحبت أن أحس باعتقادتي كراءتي ومعناها متابعة كناقبة السيومية والكيميادرامية هو الصراع بين الأجياء التوتن والفرية وعودة القمر المسألة التي تولي دورينا لأنها تحالة على المستوى الجدة والأم والبنت يعني ثلاثة أجيال وثلاثة نسوة وكل قراءة معناتها عندها جوانة تحب تطيب بهم ولكن من تكسر خاصة من الأم والبنت خاصة أحيان وانتظارات حياة حياة ما هو شيء من قسم في الفيلم ما هي شيء حاجة فوركويت ما هيش حاجة كاكا سايبة حياة لذيبة لكن الحياة منكسرة حبت تجنع وتقول رجلها طولنا يدياليس وكذا فلنشيش تاخد تأكد عليها ما تتخلش للصفر وفي الأخي ما تخلصها والبنية الصغيرة التي تفرخت وتخرف وتقدم الوخر فلنها مرة خايفة وقت سيد القرهان يجي العارف على الواشي هذك المشابين تبدأ خايفة من ظلها تجري في الشارع ولكن هذا ما يمحن شيء تعاود وتصنع من جديد وتحاول بشطير من جديد وكانت طبيعة الشخصية هي أنها تصفق الحياة أنها تشدو بالحياة كما يقول ابو قاسم الشابي لماذا؟ هناك علاقات متواصلة حلقات كاملة فيها أغاني الحياة واسم حياة واسم فرح على السنور على الفرحة على الانتسامة وعلى الانتلاق المشبعة ومعناها للحياة الكاملة لذلك الانكسار لا يمنع إعادة الانتشار وإعادة التبات والوطوف وهذا تقريباً ما أريد أن أريد كبنية أساسية للفرحة عمالاً عمالاً هل تتكلمون تلك التمعات من الأجل سيكون أبداً أولاً بالرفع ومعبت من السنوائي أول جدد، حتى لديهم في الاربعين وفوق الاربعين اللي هم نعملوا سينما نعملوا إخراج مثلاً السابق ونطفهم اللي هم جاءوا للسينما والسونية مثلاً، هزيزوه، هزيزوه، هزيزوه يعني فلنا تجديد، فلنا كتابات جديدة هذه الكتابات جديدة تستوجب منها ونحن نظر، من شعر أنها كتابة جديدة وعنها حتى قبل عامل التالي، تم كتابة جديدة ونحن نرى الأفلام تتعويين الطايع ونحن نعلم نفسها في عامل التالي، ونحن نعلم نفسها في عامل التالي، ونحن نعلم نفسها، ومشأن دوترة أستر تلمون، ترى أنه أوجد نفسها جديدة، أوجد كتابة جديدة وأوجد لغبة في أبيعة الكتابة والإخراج، والإضاءة، والشخصيات، والأمامة يكون لديها حاملة شخصية، وحاملة طابعة، وليلة برغم أنها بنت نوري بوزيد، لديها الطابعة الخاصة والنطوع الخاصة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 اليوم نحن نحن نتكلم عن المساواة في الميراث يطلب ويقوم بجنة على هذه المساواة لم يحصلوا شيئاً ولا خطر النص قال البكري يموت بطل حد الإنسان أصدق الله العظيم لكن هذا يكلم ما قلش بس ما قل هذا يكلم بإمامة سميك ساسم سميك ما حدوش يفهموها لأنه حتى في القرآة فيما دونها القرآنين يبدأ أول آية على المرأة يقول وإذا الموجودة سئلة بأي ذنب قتلة كانوا يدفنوا المرأة ليس يعطوها حقها في البراج كانوا يدفنوها حية وإذا بيت فما تدرج تطور إلى أنه يقع إشباب والضمان على الأقل كانت حق ذلك أشتر الرجل يسيلي ما يتنوش فيه في مشاكل هم فما تروسيس نحن من فغالي هذا تروسيس نحن من قصر غضوة يمشيوا في إتجاه التحقيق المصوات الكاملة يمشيوا في إتجاه الأكبر كما في نسبة لبرشة تعاليمة نحن نرى لغزان فاتحة من الفاتحة الثانية تبقى عيار بن العشور يبين كيف يمشيوا في الكتاب جميع جداً نجم تستدعيم سعيات ويقدم لكم كتاب الفاتحة الثانية وغزان فاتحة من خلاف والأشياء الرهيبة نرى أن أستاذ القرآن منتلئ بالمعارة الإجابية لذلك لذلك نمشيوا في إتجاه كل الإتجاهات حتى برغب معناتها أنهم يطعوا في اسم الدين أنهم يحركوا المساعي التحديثية يطلع في هذه الحداد السعر يطلع الوشيح من المشاح وقعها اسمه الشيح بالمرأة يكتب الكتاب عنوانه الحداد على مرأة الحداد أول جملة في الكتاب يقولوا هذا على حساب قبل قراءة الكتاب وقعها السيد وخرجوا الكتاب كان مقالة حداد نرى من الجهة والظلمية الحداد على مرأة الحداد جملة الأولى فيها هذا على حساب قبل قراءة الكتاب أعطاها توت لأنهم تلك الحداد هذا الكتاب يعتبروا أنه يمتلكوا الحقيقة المادة الكاملة الربانية خلها وأننا نصبح العبيد بتاعهم يعتبروا أنفسهم أولياء أو أمبياء جدد ويكلموا بسم الله بخصص هو بعيد منهم وصوته وما نعرفه وعلم ورحمن ورحيم مستحيل هذا هو الإله هم يتبعون في سيطان يسيكن سيطان سبيوني سيطان بريالي سيطان تخلف سيطان ظلمية سيطان كبت جلس حول جهاد النكاة ومتع العداد وفق سيطان وبالتالي ضد هذا وهذا اختارهم وحلقاتهم كما قلت لهم مختلفة أما الناس نحن في الجهاد لا نحن في الكرتوشة نحن في الشيء لهم أما الناس أما الناس التي تحرك في مجتمع ومجتمعها 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 يعيشك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر